بالاهتمام والرعاية التي تريق بهما في المجال العمراني والخدمي فحفظ التاريخ تلك الجهود الكبيرة ووثقت عبر جمع القطع الثمينة والنقوش التاريخية منها وعرضها من خلال معرض عمارة الحرمين الشريفين بالعاصمة المقدسة لإطلاع قاصد المسجد الحرام على تراث وحضارة أمتهم الإسلامية في عمارة الحرمين الشريفين معرض عمارة الحرمين الشريفين معرض يقع في مكة المكرمة ويحتوي على كثير من المقتنيات التاريخية والصور التي تحكي تطور عمارة الحرمين الشريفين على مر العصور المعرض يحتوي على سبع قاعات قاعة الاستقبال قاعة المسجد الحرام قاعة الكعبة المشرفة قاعة المخطوطات قاعة زمزم قاعة المدينة المنورة على مساحة 1200 متر مربع يمتد معرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة حيث رعي في تصميمه الخارجي التناسق مع النمط الإسلامي والطراز المميز لعمارة المسجد الحرام في حين قارب عدد زائري منذ افتتاحه في عام 1420 من الهجرة سبعة ملايين زائر لم نرى قبل مثل هذا الترتيب والمتحاب لما فيه من منافع الكثيرة والشيء الثاني المعتمرون خاصة يفرهون ويسعدون بها بالأشياء الأساس القديمة المتواجد داخل المذهب الحرمين الشريفين ويستمد المعرض ثراءه من مقتنياته المليئة بعبق الحضارة الإسلامية الذي يتنفسه الزائر منذ أن تطأ قدماه ساحات المعرض حيث يضم عمودا من أعمدة الكعبة المشرفة الخشبية يعود تاريخه لعام 65 من الهجرة وسلم الكعبة الخشبي الذي يعود تاريخه لعام 1240 من الهجرة وميزاب الكعبة المشرفة الذي يعود تاريخه لعام 1021 من الهجرة وباب الكعبة المشرفة الذي يعود تاريخه لعام 1363 من الهجرة يضم عمارة الحرمين الشريفين بالعاصمة المقدسة قطع تاريخية تحكي إرثا حضاريا لأهم المراحل التي مرت بها عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال القرون الماضية فصل السلمي الإخبارية مكة المكرمة